اهلا بكم في مرايا نقطة الفراق الخليجية والسعودية في الموقف من الموقف اللبناني الرسمي كانت حين امتنع لبنان الدولة عبر وزير خارجية الحكومة جبران بسيل عن الامضواء في التضامن العربي مع السعودية ضد ايران بعد حرق الاخيرة لسفارة وقنصلية السعودية في طهران ومشهد حاول جبران بسيل صهر الجنرال عون وخليفته في التيار التذاكي لاحقا وتميع هذا الموقف المشين من السعودية في لحظة الحاجة ونادرا محتاجة السعودية موقفا من لبنان الدولة حاول تعليل ذلك بأنه يأتي اتساقا مع سياسة النأي بالنفس اللبنانية حينها نشرت صحيفة الشرق الأوسط بعض وقاع الحوار الذي جرى بين بسيل وبين وزير خارجية الإمارات المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل النهيان الذي سأل بسيل حول تحفظه على البيان وامتناعها عن التصويت عليه بسبب ذكر اسم حزب الله كمنظمة إرهابية رغم أن اسم حزب الله ورد في البيان وليس في القرار قائلا له هل إذا تم رفع كلمة حزب الله من البيان ستوافقون عليه دون تحفظ فكان رد باسيل طبقا للشرق الأوسط لا لذلك غيرت السعودية أو راجعت السعودية مواقفها تجاه لبنان الدولة وليس لبنان الشعب واتفقت معها أغلب دول الخليج وفي المقدمة الإمارات كيفية التعامل مع لبنان ضمن هذه السياسة الجديدة الحقيقة أن الأمر سهل لبنان الدولة مختطف من قبل حزب مسلح حزب مسلح دينيا وعسكريا وأمنيا وملتحق عضويا بالحرس الثوري الإيراني ما يعني أن النعي بالنفس عن الصراع العربي الإيراني مجرد خيال وأكذوبة الواقع أنه ليس المطلوب من لبنان فوق طاقته ليس المطلوب أن يكف هذا المنبر الإعلامي أو ذاك داخل لبنان عن نقد السعودية بل قل الهجوم على السعودية والتهجم عليها طالما كان الأمر كذلك في لبنان ولبنان ساحة متسعة للأصوات كلها ومع وجود هذه الأصوات كانت السعودية تقدم الدعم والمساندة لدولة لبنان لكن أن يصبح لبنان الرسمي في الجهة المقابلة في الخندق المختلف أو كما قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش يضيع بوصلته العربية لا هذا بحث آخر يقتضي موقف آخر وهكذا كانت البداية في سلسلة مراجعات خليجية المطلوب من لبنان أن يلتزم بميثاقه ومصلحته أيضا ميثاق الطائف الشهير الذي أنقذ لبنان من الحرب الأهلية ووقعه نواب الشعب اللبناني في سبتمبر 1989 بمدينة الطائف برعاية السعودية ينص على عروبة لبنان جميل هل يحصل هذا الآن خاصة بعد كارثة ممثل عون وحزب الله في الحكومة في اجتماع القاهرة الشهير دعم سعودي لا محدود قدمته المملكة عبر تاريخها للبنان حكومة وجيشا وشعبا قابله لبنان المختطف من قبل حزب الله بمواقف مناهضة للمملكة ما رأاه مسؤول سعودي تخاذلا عن نصرة المملكة شمل مواقف عدة أبرزها امتناع لبنان عن التصويت على قرار إدانة الاعتداءات الإيرانية على سفرة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد لبنان وبضغط من حزب الله امتنع عن التصويت على بيان إدانة في مناسبتين أمام الجامع العربية ومنظمة التعاون الإسلامي هذا الموقف وجهته السعودية بحزم كامل حيث قررت إقاف المساعدات المقررة لتسليح الجيش اللبناني عن طريق فرنسا وقدرها ثلاثة مليارات دولار أمريكي وأيضا إقاف ما تبقى من مساعدة المملكة المقررة بمليار دولار أمريكي والمخاصصة لقوى الأمن الداخلي اللبناني الحقيقة لم يكن هذا هو السبب الوحيد للموقف السعودي والخليجي كما يحاول إعلام ميشيل عون وحزب الله تصويره يعني المجرى في القاهرة وإبداء الاندهاش من حجم الغضب السعودي لا موقف جبران باسيل في اجتماع القاهرة وفي اجتماع المؤتمر الإسلامي كان هو الذي قطع الشكة باليقين وأزاح القناع الأخير عن خطف إيران عبر وكيلها المحلي لإرادة لبنان مهما حاول المحسن العوني المسيحي تزين الأمر موقفنا كتبناه كتبناه ووقعناه وسلمناه للجامعة العربية مكتوب وموقع تعرفه وتما يحتمل أي خطأ ومنقول فيه أنه تأكيد على الموقف يلي أدلينا فيه واحتراما للتضامن العربي والتزاما بسياسة الحكومة اللبنانية القائمة على النائب لبنان إلا من امتنى عن التصويت نائب النفس عن القرار ومن اعترض على البيانة اللي ذاكر حزب الله بالاسم الغريب أنه مرشد الثورة الثورة الإيرانية نفسها وولي أمر حسن نصر الله اللي هو خامنعي وولي أمر وولي أمر غيره من أتباع فكرة الولي الفقية أقر هو نفسه بأن حرق السفارة السعودية اعتبروا مؤسفا فكيف يكون موقف لبنان الرسمي مائعا وغامضا بعد ثمانية عشر يوما مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنائي يدين الاعتداء على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد كان سيئا بالفعل وأضر بإيران والإسلام هكذا جاءت إدانة خامنائي وفقا لما ورد على الموقع الإلكتروني التابع للمرشد نعم كثير من اللبنانيين يرفضون هيمنة حزب الله وتذاكي جماعة عون في التغطية عليه ويرفضون ذلك من قبل اجتماع القاهرة ومن قبل رد السعودية بقطع المعونة العسكرية والأمنية المالية والبيان السعودي في الحقيقة أشار لذلك بيضوح وهنا صوت من أهم الأصوات في لبنان للزعيم المسيحي سمير جعجع صرنا 5-6-7-8 شهر عم نشهد تهجم أحد الفرقاء اللبنانيين بشكل شبه يومي إن كان مش مباشرة بواسطة المسؤولين تابعه غير مباشرة بشكل غير مباشر من خلال وسائل إعلامه على المملكة العربية السعودية وهون بتأسف الحكومة اللبنانية كان عندها تأصير فاضح وأنه من الأول كان لازم تدخل تفح كيل المملكة بتصرفات بعض اللبنانيين تجاهها وبالأخص تفح كيلة من خلال موقف الحكومة اللبنانية اللي عمليا وكأنها غير موجودة الحقيقة أن تاريخ العلاقات بين السعودية ولبنان أقدم من ولادة حسن نصر الله وجبران باسيل خلاصته الإسناد السعودي للدولة اللبنانية والعطاء اللبناني الجميل في خزانة الحضارة والعروبة والجمال العلاقات اللبنانية السعودية من الأقدم في التعاون بين البلدان العربية مؤسس المملكة الملك عبد العزيز كان أول من استقبل رئيسا لبنانيا عام 1952 لقاء حكومتي البلدين سبقه تعاون كبير بين أفراد لبنانيين ومشاريع أعمارية للمملكة الملك عبد العزيز استعانى بالخبرات اللبنانية من خبراء ومستشارين وأصحاب فكر أبرزهم المستشار فؤاد حمزة والمهندس في مجال المياه موريس لجميل والمفكر والأديب أمين الرحاني عام 1984 هاجموا متظاهرون من حزب الله مبنى سفارة الرياض في رأس بيروت وأحرقوه السعودية استمرت بدعم المدنيين الغارقين بمآسي الحرب وكذلك بمحاولاتها للوصول إلى حل تجسد باتفاق الطائف إعادة الإعمار كانت دور الأكبر فيها للسعودية مشاريع ضخمة ووداء عمالية في مصر في لبنان حافظت على قيمة الليرة عام 2005 اغتيل الرجل الأقرب إلى السعودية رفيق الحريري لتكرى بعدها عمليات الاغتيال وتطال حلفاء السعودية خلال السنوات العشر الماضية دفعت الرياض بحلفائها في بيروت إلى البحث عن حلول مع حزب الله وحلفاء النظام السوري السعودية دعمت منطقة فتح صفحة جديدة والسكوت عن الاغتيالات والبحث عن حلول سلمية حفاظا على لبنان حلفاء إيران في بيروت واجهوا مدى اليد بالعبوات الناسفة ورفض الإجماع العربي والتهديد دوما بالخراب الكامل للبنان عمر حرقوس لبرنامج مرايا ربما كانت هذه الغضبة الخليجية السعودية جرس تنبيه لأهمية أن تستعيد الدولة اللبنانية نفسها من خاطفها والحق أنه لا يراد من لبنان فوق طاقته ولا الانخراط في معارك الإقليم بشكل كامل يراد من لبنان باختصار أن يكون لبنان فقط لبنان قال نزار قباني ذات عشق للبنان وبقينا مع لبنان سهولا وجبالا وبقينا مع لبنان جنوبا وشمالا وبقينا مع لبنان صليبا وهلالا وبقينا مع لبنان الينابيع ولبنان العناقيدة ولبنان الصبابة وبقينا مع لبنان الذي علمنا الشعراء وأهدانا الكتابة إلى اللقاء اشتركوا في القناة